المحاضرة اليوم هي محاضرة فانتازية وخدنا نصوها تقريبا في الهيد والنكلة ساعة ما قلنا التنظيم بتاعت السكال مش كده فاكرين التنظيم التنظيم والكلام ده كله ولكن المحاضرة دي يعني وما جايين وقلونا نفس الكلام عشان ما فيش علاقة ما بين بتوع سنة تانية او بتوع سنة تالتة بالرغم من انهم كلهم قاعدين في مكان واحد الاي الاو بتاعت المحاضرة دي تسكريب زي امبريولوجيكال اورجن او بون ميزو ديرمال اورجن اتتحول لبون يا امة كارتليج تتحول لبون تتحول لبون كارتليج تتحول لبون اكرو ميجالي و جايينتزم والدورفزم ماشي الكلام؟ عايزين حاجة تانية؟ السلام عليكم وكيف لغواتLe هو ف línea ذا خسام بالغوات هم واللبالي طبعاً كلكم عارفين البالي حبايب انتو والله بالنسبة للبونز البونز ده يعني highly specialized connective tissue طبعاً كلمة connective tissue دي مش حلوة highly specialized connective tissue في بعض الناس بتوصفها ان هي highly specialized organ البونز في ناس بتوصف البونز على انه organ او بتوصفه ان هو يعني مش connective tissue يعني structure على بعضه كده organ على بعضه اللي هو ايه البونز ايه function of the bones كلام عيال صغيرين بقى ولسه ايه جايين من اعدادي طب ايه function of the bones functions of the bones نمرة واحد هتبقى ايه شباب support صح? دي اللي هتصبرت البوضي يعني اه دي العواميد بتاعت المبنى مش كده اه نمرة اتنين هيبقى فيه عندك protection نمرة اتنين هتبقى ايه protection الاسكول الاسكول حتبروتكت البرين البرتبرا الكولم هتبروتكت الاسباينا الكورد السراس الكيج والبلفك بونز حتبروتكت الانترنال ارجن صح كلام؟ اه بعد كده هيبقى فيه عندك موذمنت لو لم يكن هناك بونز لن تتمكن من الحركة صح؟ لو لم يكن هناك بونز البونز بتشتغل كالليفر اللي هي نقطة المحور بتاعت الحركة لو مفيش بونز هتبقى لحمة طرية كده ايه مش هتتحرك بعد كده نمرة اربعة هيبقى فيه mineral storage البون ده بيبقى مكان للاستورج كالسيوم الفوسفيت لانه هو المين كومبوننت بتاعته كالسيوم الفوسفيت وحاجة اسمها هيدروكسي ابيطايت ما عرفش مين هيدروكسي ابيطايت ده بس هم كتبين كده انا اللي عرفوا كالسيوم فوسفيت اللي هيدروكسي ابيطايت ده حاجة كده بتقول البايو ممكن ان يفسروا هون او يقولوا لنا عليه نمرة خمسة من الفونكشن بلات سيلز بروداكشن اللي هي هاتسميها خمسة بروداكشنز 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 لان انا عندي البون ده حبارة عن قصصة لحاجة اسمها اوطر لامنة وانر لامنة بعد كده بيبقى فيه بالنص بينهم حاجة اسمها ميداللري كافيتي وهذا الميداللري كافيتي يحتوي على البون مارو والبون مارو بيبقى يا اما ريد يا اما ييلو بون مارو في الادلت بيبقى حاجة اسمها ييلو بون مارو بيبقى very rich in fat وفي اليونج بيبقى ريد بون مارو عشان يعمل البرودكشن لالاربسيز على فكرة احنا في الادلت مما عندناش بون مارو يعمل ربيسيز كتير غير في حتة الهيد оф زا هيومرس والهيد оф زا فيمر ولكن في الاطفال في كل حتة سبيشيالي في الستيرنام والهيب بونس سبيشيالي في الستيرنام والهيب بونس لما بنحب نعمل مارو ترانسبلانتيشن للولاد اللي عندهم لوكيميا ممكن ناخد المرو من السترنم او ناخد المرو من الهيب بونز دا بالنسبة للفونكشنز بتاعة البونز. بالنسبة للستركشور بتاعة البونز اللستركشور بتاعة البونز هده بقى حاجتين أورجانيك وهين أورجانيك سابستنز الارغانيك بتاعتك دي سلز السلز بتاعتي دي هتبقى ثلاثة سلز اللي هي osteoblast osteocytes and osteoclast osteoblast كلمة بلاست اللي هي البريماتيور ما قبل النمو السلز اللي هي الماتيور سلز الاستيوكلاست الفنكشن بتاعتها remodeling of the bones يعني هنا السلز بتاعتك هتبقى الاستيوكلاست والاستيوكلاست والاستيوكلاست و تاعتك نشوكلاست طيب 1. ايه تاني يا شباب? ايه تاني ارغانيك ستركشور بزا بونت? ايه? ايه ده ارغانيك. ماشي? الاورغانيك ستركشور بتاعتي اللي هي الليبنج ها? ارغانيك هتبع عبارة عن السيلز وهنا نسيين حاجة وهمة جدا. في التعريف بتاعنا في البونتز الاول انه قال لك ده تشو. خلاص? يا ام ارغان. ايه تحتاج بلد سبلاي. صح? ايه تحتاج بلد سبلاي. يبقى من هنا هتبقى فيه عندك البلد فيسلز والاندوسيليم افزا بلد فيسلز والليمفاتيكس. تمام يا شباب? بعد كده الاورغانيك بتاعتك اللي هي احنا قلنا عليها الكالسيوم فوسفيت وحاجة اسمها هايدروكسي ابيتايتس ولا ابيتيت معرفش انت اول مرة اشوفها في حياتي يعني لان انا بكره البيو كره العامية. بايوفيسيولوجي. محبش المادتين دول خاص بايو وفيسيولوجي. اه والفيسيولوجي بتاعنا اللي كان بينجح في الفيسيولوجي في عن شمس على ايام ما انا كنت طالب كان بيبقى من فراودة الدفع. فرود انك انت لو عديت الفيسيولوجي في طب بان شمس ستة وسبعين وسبع وسبعين. انتو تعرفوا السنين دي كان في حاجة اسمها سابرينات ها? طبعا انتو تسعينات كلكم ها? والفين في ناس الفين في ناس موليد الفين هنا? فيش الفين? تمانية وتسعين كلكم? ولا سبعة? وفي تسعة? اه طيب. اه... المنزوجي كالسيوم والهيدروكسي ابييتيت كريستالز والكالسيوم اي فوسفيت. دا بالنسبة ال قطوت. حدي يعرف الفنكشنل 요نيت الف سابون اسميكي.- الفنكشنل ويونات soorts fashion asym喔 كاتني أقوط العجلة أقوط العنية الأقوط العنية أستيون او الله اسمها استيون مش بهزر اسمها استيون الاستيون دي البون بتاعتي قبل ما نتكلم على الاستيون الكلاسفيكيشن هم انا جايبين كلاسفيكيشن ولا مش جايبين تبسيبك من قبل لستركشن الكلاسفيكيشن بتاعتي نفاكرين الكلام ده ولا مش فاكرينه ولا ماخدتهوش في سنة تانية مش خدته حاجة اسمها long bone و short bone regular bone و flat bone والكلام ده كله صح دي انواع البونز according shape بتاعه according structure بتاعه حاجة اسمها compact bone و حاجة اسمع cancellous bone تمام اي long bone long bone هتتكون من upper end و shaft و lower end تمام يا شباب ال upper end ده بتسميه ابافيسس ده بتشكلوكم مش عارفين يا ابافيسس upper ابافيسس و ده هنسميه lower ابافيسس ابافيسس و الشفت بتعلف النص ده هنسميه diaphysis ال upper part of the ابافيسس near ابافيسس near to the ابافيسس اسمه metaphysis اسمه ايه؟ الحتة دي upper part of the diaphysis قبل ال ابافيسس اسمه metaphysis كل اند من البونز دي covered by high line cartilage covered by a high line cartilage عشان تارتكوليت مع البونز اللي جنبه ال structures of the bones دي هتبقى مكوناة من compact tissue or compact bone و spongy bone زي الممبرينز البونز بتاعتي هتبقى من برا عبارة عن compact bone وعلى فكرة ال compact bone بتاعتك دي في ال x ray طبعا بيباني لونها ابيض وفي ال x ray مش هتقول بقى outer compact bone ولا حاجة دي بيسموها cortex عايز تشوف العظمة بتاعتك سليمة واللي مش سليمة تمشي على حرف البونز بعينك كده وتقول إن الكورتكس كويسة ها احنا عارفين من برا كورتكس ومن قوة مضالة زي cerebral cortex وال gray matter من برا وال white matter من قوة برضو ال compact bone بتاعتي دي بتبقى من برا ال compact bone دي بنسميها cortex ومن قوة بيبقى في حاجة اسمها مضالة او مضالة recovery مضالة recovery ده اسمه ايه مضالة recovery وهذا المضالة recovery بتاعتك مليان البون مار لما بتيجي تاكل بقى تمسك المصورة كده وتخبطها وتاكل تطلع النخيع وتاكله صح؟ يعني في الدبيحة كده تجيب العظمة ولو عجل بقى ولا حاجة مثلا تجيب الكوارع دي اللي هي المجادم وتمسك المصورة وتخبطها وتشفط اللي ايه اللي جوه شفت اللي انترك بتشفطه ده هو ده عن البون مارو لو عرفت بقى إن البون مارو هتعرف منه إن صح إنما انت بتاكل على العمىك بيقول لك بتقول العناتوم كويس ان هما بيأكلوا مثسك اليفر قبل كده صنع قبل كده ويمسك الطريب ومسك المكوز قبل كده ومسك الكثيرد وهذا الخلال وهذا العناتوم م viene قام بيأكل نهي على المناتظم ان اعني اسفوا النقناء من أين تقوم الحديد نجيب السبس كابيولاريس السوبراس باينيتاس ما ناكلش الانتر كوستلز ما ناكلش الانتر كوستلز مثلا ناخد البارافر تيبرال ماصلز اللي هي سواسميش والماصل ده بنسميه عرق الفلتو احسن حتك تشوي في الدبيحة كلها عرق الفلتو دي البارافر تيبرال ماصلز والماصلز افزانيك دي حاجة تحف قوي يعني وحاجة اسمها الريب قوي يعني احنا احسن ناس تاكل طبعا احنا بنشرح الايد الاكل انا ما بناكله ما بناكلش على العمياني كابيولاريس انتر كوستلز ما ناكلهاش مليانة دهني من قدامه ومن وره من برينز يعني صح؟ نعم اه المهم ده حنسميه الميدالر ايه كابتي هنا بقى الستركشلز بتاعتي البونز بتاعتي متكونه من حاجة اسمها استيون الاستيونز دي عبارة عن لميلي لميلي هي لميلي يعني طبقات حوالين بعضها سيراوندينج سنترال كانال بنسميها الهافيرسيان كانال يعني كده لميلي كده ولميلا وراها ولميلا وراها ولميلا وراها ولميلا وراها طبقات يا اولاد اه طبقات زي ايه عارفين الجاتول اللي هو الميلفي الرؤاء اللي فوق بعضه ده في جاتول كده في قطع جاتول اسمها ميلفي طبقات ورا فوق بعضها كده زي الرؤاء رفايع قوي دي اسمها لميلي واللي فى النص دي بتبقى عبارة عن بلوت فيسلس وبنسميها الهافيرسيان كانال اسمها هافيرسيان كانال كانال كي فيه كمان تلاتة لميلي ايه اسمها ايه اسميها الاستيون ما هي الاستيون ما انا بقولك دلوقتي عاما الاستيون دي هي دي الوحدة ايه الاستيون طبع ما يقول عليها استيون الكنال ده فقران اللي سمها استيون الكنال دي اسمها لها هافيرسيان كانال لان دي حتى اسمها لها هافيرسيان سيستم اه معروفة يعني ايه كومباكت بوين يقولك متكون من الها هافيرسيان سيستم مش عارف فى صورة ولا مفيش هوريكو دلوقتي حاجة تحفة جدا بس هتبقى اه 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 بعد كده فيه تلاتة لميلي تاني فيه ثلاثة لميلي تاني اوتر لميلي وينر لميلي انترستيشيال لميلي يعني ايه الكلام ده يا دكتور يعني انا عندي هنا من بره البولز بتبقى كافرد ماي من برين اسمها بيريوستيو اسمها ايه بيريوستيو ومن قوة كافرد من برين تاني اسمو اندوستيو جيو من برين بيريوستيو من بره واندوستيو من قوة ديها فيرسيان كنال وها فيرسيان سيستم ديها فيرسيان سيستم بتاعتك لميلي بتاعتي كونسنتريك لميلي كده بعد كده بيبقى في عندي حاجة اسمها اوطر سيركومفرنش بابيلي اه لاميلي وينر لاميلي وانترستيشيال الاوطر هتبقى كده لاميلي كده جنب البيريوستيو معلطول والانر هتبقى كده جنب الاندوستيو معلطول صح؟ هنا بقى ادي سيستم ودي سيستم ودي سيستم هيبقى فيه لاميلي بينهم اللاميلي اللي بينهم دي هنسميها ايه شباب انترستيشيال لاميلي اسمها انترستيشيال لاميلي بس هي بتبقى كده يعني ها الريجولر بس انا رسمها كده مش بتاع هستورجي او يبقى من بره ده البيريوستيوم خليه اخضر ومن جوه الاندوستيوم دي الهافيرسين سيستم بتاعتي ودي الهافيرسين كنالز الهافيرسين كنالز دي بتبقى كونيكتد معه الاكسترنال لاميلي والانترنال لاميلي والانترستيشيال لاميلي بكنالز صغيرة ايه بكوميونيكتد مع بعضهم فيه كنالز صغيرة كده تكوميونيكت مع ده وتكوميونيكت عند البيريوستيوم وتكوميونيكت مع بعضها وهكذا الكنالز دي بتسميها اسمها 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 تمام يا شباب هنا كل واحد من دول طبعا الاستراكشر بتاعتي قلته خلاص الاستيون اللي الهافيرسين سيستم اللي الاربعة لاميلي اللي هي الهافيرسين سيستم والاكسترنال والانترنال والانترستيشيال لاميلي اللي في النص ده هيبقى عبارة عن موضلري كافتي والموضلري كافتي قلنا يحتوي على البون مارو في اليونج بيبقى ريد وفي الادلت بيبقى ييلو مارو طبعا كل ارتري كل واحد من دولة كل عظمة بيبقى لها ارتري بنسميه اسمه نيوترنت ارتري امسك البونس كده في المشروحة هتلاقي البونس فيها خروم فيها خرم كده خرم وضع جدا يعني بتاعت الهيومولاس هتلاقي حتة ارتري هنا تحفة او فورامين تحفة يعني مين اهم فيه مصمار الدقي فيها مفيش مصمار في فيبيولا والتيبيا والريدياس والقلنا هتلاقي فيه فورامين كبير اوي ده الارتري ده اسمه نيوترنت ارتري ده هيدخل وهيتشعب بقى طبعا هيدلي البري اوستيام وهيدلي الكمباكت والكنسيلا سبون والكلام ده زي ما شايفين المنظر بدأنا ده كده هنا ادي الكمباكت بون بتاعتي من برة اللي هي السيستم بتاعها اهو هنا شايف اهو الله جميلة ولما هي حلوة هي اهي ادي ها فورامين سيستم بتاعتي دي ها فورامين خلاص او بايه دي اسمها الولكومالس clan ودى هتت組ن MU shocked وحتت組ن مع السystem اللي برا في عندك ARTHER و frame الا فاكرة كل حاجة في البوضي لي لها mass supply كل حاجة في البوضي ليه mass supply الارثري لي بلاد سابلاي. حد يعرف الكلام ده? اسمه ايه? ها? فازا فازورم. والنيرف لي بلاد سابلاي اسمه ايه? فازا نيرفوزة. اسمه فازا نيرفوزة. فازا فازورم والفازا نيرفوزة. يعني مش فازا فازورم دي بنهضر مسلا ولا بنقول نكتة ولا الكلام ده? لا. فازا فازورم وفازا نيرفوزة. دي البلاد سابلاي افزا بلاد سابلاي افزا والبلاد سابلاي افزا نيرفز. البونز هيبقى له برضو بلاد سابلاي. وفيه ليمثاتك درينش في البونز كمان. تمام? وقت. ادي الاستيو سايدس بتاعتك. الله ارنجت جميلة جدا. ادي لها فيرسان سيستيم. شكلها تحت الميكروسكوب تحفة. تحفة تحفة فنية يعني كده. تبص مجرد نظرة صغيرة كده. تشوف الدوائر الحيوة دي الحمراء دي كده. على طول دي بون. شايف ادي الاستيون اهو. اللي انا قلت عليه. استيوجي. من اللي قال الكلام ده انت جبتها انت قرأتها دي عايما؟ استيون الكنال هنا. تحفة the vessels and the nervous دي هو اللي بنسميها... دي ها بيرسان. طيب. ايه تاني؟ الممبرينز، أوتر ممبرين، وإنر ممبرين، الأوتر ده هيبقى البرئوسيوم، والإنر هيبقى الاندوستيوم، وهدي البلود فيسلز بتاعتك هتدخل نيتران تارت اللونج بونز، الأبر اند بتاعتها قلنا هتبقى عبارة عن بيفس، والشفت بتاعتها هيبقى بيفس هنا لما يتحول كله إلى كومباكت بون، بتظل هناك قطعة من الكارتليج ما بين الأبر إبيفيس والشفت، وما بين اللور إبيفيس والشفت دي بتسميها إيه؟ إبيفيزيال بليت، اسمها إيه؟ إبيفيزيال بليت طبعا في الإكسر إيه؟ هتقول عليها لائن، ولكن هي كهيستولوجي دي بليت أفزا كارتليج هذا الإبيفيزيال بليت هو اللي بيساعد في الجروس أفزا بون في اللانس وكل عظمة من دولة ليها جروينج اند، يعني العظمة ما بتطولش من ناحيتين يعني العظمة يا إما تطول من هنا، يا إما تطول من هنا، مش هنستهبل تكبر من فوق وتكبر من تحت الحتة اللي بتطول منها العظمة بنسميها الجروينج اند افزا بون بنسميها الايه؟ جروينج اند افزا بون والنيوتراني بتاعك بيقول لك، له كثير من اللجاني حدو ومن الاني الايه؟ طبعا كأن على رؤوسكم الطائر، ولا فهمين حاجه من اللي بقولها على أميزي أفزاً يكبر من الناس؟ لو انت عندك ده الجلينويد كافتي ودي الهيد اف زهيومرس ودي اللور اند اف زهيومرس ودي مثلا اقول دي هتبقى القلنة ودي هتبقى عبارة عن الريديوس تمام لو قلنا ده هيبقى عبارة عن الفيمر جريتر تروكانتر والسر تروكانتر والكلام من ده وبعد كده دي هنقول دي تيبيا وحنقول ان دي ايه الفيبيلا ماشي الكلام الارتري بتاعي بيقولك يعني الارتري بتاعي هيبقى اتجاهه كده هيبقى اتجاهه كده ماشي الارتري بين الارتريينة ودنج اذهبقى ماشيه تقود يعني الارتري بين الارتري كان الارتري بين الارتري height ليسی بعيد عن اعطاءو الق الارتري عن الارتري حامي البروينج في الابر لنبه هتبقى هنا اه افوال طب قويس انت صحين معين بيبعد بايد يعني هنا الواحد هيكبر من الشولدر ومن الرست تمام وبعدين هنا هيكبر من الني يعني اللور اند اوف ذا فيمر والابر اند اوف ذا تيبيا وفيبيولا هي البروينج اند في الابر لنب البروينج اند بتاعتي هتبقى الهيومرس واللور اند اوف ذا نديس والا والقلم هل تفهم حاجة؟ هل هناك اهمية يا دكتور كلينيكال امبورتنس لهذه الابيفيزيال بليت؟ طبعا هناك كلينيكال امبورتنس فري امبورتنس لهذه الابيفيزيال بليت طبعا الابيفيزيال بليت ده بيقفل في سن معين كل جونت من دول بيقفل في سن معين ولكن هنا كله بيتراوح ما بين السادسة العشر والتاسعة عشر من ستتاشر لعشرين سنة مثلا نقول او من سبعتاشر لعشرين من سبعتاشر لعشرين كل الجونت بتقفل كل اللونج بونت ما بفوهوش بفيزيال بليت يعني واحد عامل اكس ري عنده واحده عشرين سنة مش هتلاقي بفيزيال بليت واحد عنده ستتاشر هتلاقي بفيزيال بليت اكوردينج توزا كورروسبوندينج ايج بتاعة الكلوشور واحنا بندرسه بس انتو مش عارف مش هندرسهولكو ايه احنا بندرسه بنقول الابو اللور اند اوف زا هيومرس بتقفل عند كذا الابر اند اوف زا ريدياس بتقفل عند كذا وهكذا ماشي اخر عضمة ما فيهاش ابيفيزيال بليت وبتقفل كده السيتابولم خمسة عشرين سنة السيتابولم بتكون من ثلاث حياتتها ايليم عضبة الهيبو اص os